أنهى النشامة تدريباته البدنية والفنية لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية في الدور النصف النهائي من بطولة كأس آسيا الفين وثلاثة وعشرين الحسين عمود ركز في تدريباته على الجوانب البدنية والتكتيكية ورفع الحالة النفسية والمعنوية قبيل هذه المواجهة التي يغيب عنها سالم العجلين وعلي علوان بداعي تلقيهم بطاقتين من اللون الأصفر الخبر المفرح في الحصة التدريبية كان بعودة موسى التعمري للتدريبات الجماعية بعدما كان يعاني من شد في عضلة الفقد وسيكون جاهزا ومتاحا في تشكيلة النشامة الذي يسعى للذهاب للمشهد الختامي من هذه البطولة وللمرة الأولى الأجواء التدريبية غلفت بروح معنوية عالية وإصرار على بدر كل الطاقات لتحقيق المطلوب والمنشود أمام الشمشون الكوري في الدور نصف النهائي موسيقى موسيقى موسيقى